رسمياً هاي نتيجة قرعة دورة 16 لبطولة الدوري الأوروبي هاي البطولة لا تقل أهمية عن بطولة دوري أبطال أوروبا خصوصاً في السنوات الأخيرة نشاهد العديد من الأندية الكبيرة التي كانت تشارك في دوري أبطال أوروبا تشارك في بطولة الدوري الأوروبي ندخل على طول بالمواجهة الأولى ليفربول الإنجليزي المرشح الأبرز للتتويج في هذه البطولة سيواجه نادي سبارتا براغ التشيكي المواجهة الثانية قوية وأيضاً الحظوظ المتساوية لكل فريق في التأهل للدور الرابع النهائي في ريال الإسباني أمام مارسيليا الفرنسي ناريا حبيبي نارا روما الإيطالي أمام برايتون الإنجليزي رينجرز الأسكتلندي أمام بنفيكا البرتغالي ويستهام الإنجليزي أمام فرايبورغ الألماني أتالنتا الإيطالي أمام سبورتينج لشبونا البرتغالي سلافيا براق ألتشيكي أمام مين أمام العملاق البيغ ميلانا والمواجهة الأخيرة بايرل ليفاركوزن الفريق الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياته سيواجه نادي كاراباخ الأذربيجاني مواجهات قوية الآن شاركوني بتعليقات واكتبوا لي من هو المرشح الأبرز للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي لهذه النسخة وتحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر